أكد مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني عبداللهدي القصبي أن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة وجاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة باللجنة العدالة الاجتماعية المدرجة تحت المحور الاقتصادي بعنوان نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وقال القصبي أنه على الرغم من الاهتمام الذي حظي به الحوار الوطني منذ الدعوة إليه إلا أن الجلسة الحالية تحظى باهتمام خاص بنسبة للمواطنين نظرا لأنها من أولويات الدولة والمواطن على حد سواء مشيرا إلى أن الجلسة ستنقش عدة موضوعات من بينها النظام الضريبي حيث يسهم موجود نظام ضريبي عادل وواضح في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية إلى جانب مناقشة سياسة الإسكاني الاجتماعي باعتبارها أحد مظاهر العدالة الاجتماعية وكذلك تناول العشوائيات التي تهتم بها الدولة كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية لفئات عانت كثيرا من التهميش